اشتركوا في القناة ديناميكا الحركة الدورانية وفي هذا الدرس عزيز الطالب سنتعرف على مفهوم العزم أو التورك ونحدد العوامل اللي يعتمد عليها العزم ثم نعمل على حساب محصلة العزوم المختلفة في بداية لدراسة الديناميكا الخاصة بالحركة الدورانية يجب أن نتذكر أن محور الدوران في حالة الباب إذا بدور الباب بتفتح الباب أو تغلق الباب محور الدوران هو خط وهمي رأسي يمر خلال مفاصل الباب كما هو مبين في الشكل التوضيحي أمامك ومحور الدوران مهم جدا في تعاملنا مع الحركة الدورانية نقطة تأثير القوة اللي تأثر على الباب حتى يدور هي في مقبض الباب عادة ولضمان التأثير الفعال للقوة يجب أن نؤثر في مقبض الباب بزاوية قائمة أو عمودية بالنسبة للباب ويحدد مقدار القوة واتجاه القوة والمسافة من محور الدوران يحددون التغير في السرعة المنتظمة في ديناميكا الحركة الدورانية عزيز الطالب نعرف العزم أو التورك بأنه مقياس قدرة القوة على إحداث الدوران ويمكن التعبير عن العزم بالمعادلة التالية هذا العزم واللي بالانجليزي اسمه تورك بنعطيله رمز يلفظ تاو هذا الرمز تاو حرف يوناني سنستخدمه ليدل على العزم هذا العزم احنا بنتعامل على أنه يساوي حاصل ضرب القوة في ذراع القوة F في L ولكن قيمة ال L هذه عزيز الطالب سنستبدلها بقيمة ال R في صاين الثيتا هذا ما يسمى بذراع القوة ولذلك وحدة قياس العزم ال F هذه القوة وحداتها نيوتن طول ذراع القوة Length هذه وحداتها متر ولذلك وحدة قياس العزم نيوتن متر في الشكل المجاور أمامك تجد هنا هذه قوة تؤثر لتدوير الجسم اللي معانا هذه القوة F هذا مركز الدوران البعد ما بين القوة ومركز الدوران بشكل عمودي هذا البعد العمودي بين القوة ومركز الدوران هو اللي رح نعطي له رمز L وبالتالي يكون ذراع القوة من المفصل أو نقطة الدوران إلى نقطة تأثير القوة في الشكل الثاني اللي أمامك تنتبع عزيز طالب هنا القوة مائلة وليست عمودية مثل هذه القوة هذه القوة المائلة بزاوية ثيتا أوكي لو أخذت خط عمل القوة هذا الخط المتقطع عزيز الطالب الفورس لاين ينسميه خط عمل القوة البعد العمودي ما بين خط عمل القوة ومركز الدوران هو الذي يشكل ذراع القوة L انتبه طيب هذا مثلث قائم هذه ال L وهذه الثيتا ستكون L حق زاوية ثيتا هي الضلع المقابل بينما يكون هذا الطول هو الوتر R طيب إذا بنحسب ساين مال ثيتا ساين ثيتا هو المقابل على الوتر ولذلك إذا بنحسب المقابل يعني L سيكون L هو R مضروباً في ساين الثيتا هذا القيمة للقوة المائلة واضح عزيزي الطالب في التدريب الأول نجد بأن سؤالنا عن شد برغي في محرك السيارة هذا البرغي يحتاج عزم والعزم قلنا بنعطي له رمز تاو بقيمة 35 نيوتن متر طول مفتاح الشد 25 سنتيمتر طول المفتاح يعني R وليس ذراع قوة هذا هو ذراع أو طول المفتاح يتم سحب المفتاح مع نهايته بزاوية 60 درجة إذن القوة ليست عمودية لدينا زاوية ثيتا فما هو طول ذراع القوة يعني المطلوب من عندنا L اللي ذكرنا عنها ذراع القوة وما قيمة القوة اللازمة في هذه العملية للشد هذه النقطة عزيزي الطالب انتبه هذه هي القوة القوة مائلة بزاوية 60 درجة طيب هذا محور مركز الدوران هذا خط عمل القوة هذا خط عمل القوة هذا هو البعد العمودي من خط عمل القوة إلى مركز الدوران والذي يعادل ذراع القوة L طيب هذه المقابل حق زاوية 60 إذن هي مرتبطة مع سين الستين ذراع قول المفتاح كاملا هو الـ R ولذلك عزيزي الطالب ستجد بأن قيمة ذراع القوة L تساوي R سين ثيتا لأنك انت بخبرتك في الرياضيات إذا بتيب سين الستين شنو يساوي سين الستين L على R طيب معناتها الـ L شو بتساوي R في سين الستين وهكذا بنوجد طول ذراع القوة L بقيمة 0.25 هي الـ R لاحظ حولناها من سنتيمتر إلى المتر إن قسمنا على مئة فتصبح 0.25 سين الزاوية يعني سين الستين وينتج لنا أن طول ذراع القوة 0.22 متر المطلوب الثاني مني أوجد القوة طيب قانون العزم أساساً التورك هي التورك تساوي F R سين الثيتا ولذلك إذا بنحسب F المجهولة بنقسم على R سين الثيتا ويصبح الناتج أن القوة 1.6 10.2 نيوتن وجدنا القوة من قانون العزم مباشرة في التدريب الثاني عزيزي الطالب لديك مفتاح شد طول المفتاح لا هذا ما أعطيكها بوحدة متر ما يحتاج تحويلات هذا طول المفتاح R مطلوب استخدامه في مهمة مطلوب فيها عزم قيمة العزم هي 32.4 نيوتن متر العزم يعني التورك إذن عطانا التورك والتأثير سيكون بقوة قيمتها 232 القوة F طالب كم أقل زاوية ممكنة أوكي للتحقيق هذا العزم اللي معاي بنكتب القانون للعزم الناتج F R سين الثيتا وقلنا هذه R سين الثيتا كلها هي اللي كنا نسميها L ذراع القوة نعوض الآن العزم موجود عندي بالسؤال 32.4 ال F القوة موجودة بالسؤال ال R طول المفتاح سين الثيتا مجهولة عشان ننطلع سين الثيتا بنقسم على ال R وال F الطرفين بنقسمهم على R F فنحصل على سين الثيتا وبعد ما أوجدت سين الثيتا بنوجد سين الثيتا من قانون السين انفرس أو شفت مع سين عزيز الطالب شفت سين للإجابة الناتجة ونحصل على قيمة سين الثيتا المطلوبة بسؤالنا 36.6 درجة في إيجاد محصلة العزوم مثل ما كنا في القوة نوجد محصلة القوة ال F نت أيضا هنا ممكن الجسم يتعرض لعزم اثنين ثلاث اربع عزوم فنوجد محصلة هذه العزوم جميعها وانتبه عزيز الطالب أن العزم الدوراني نفس ما ذكرنا في الحصن الماضية إذا الدوران كان مع عقارب الساعة يأخذ إشارة سالبة وإذا الدوران عكس عقارب الساعة بيأخذ إشارة موجبة ولذلك في حساب محصلة العزوم راعي هذه الاتجاهات عزيز الطالب في هذه التجربة المعروضة أمامك إذا أخذت قلمي رصاص وقطعة نقد وشريط لاسق وثبتنا قطع النقد في نهاية أحد القلمين ونترك هذا القلم ليتزن فوق القلم الآخر لاحظ هنا تحقق الاتزان لاحظ هذا القلم الأحمر الذي نبين في الصورة باللون الأحمر كم عزم يؤثر عليه في عزمين دورانيات هذا العزم الأول بعكس مع تجاه عقارب الساعة هذا العزم الثاني بعكس عقارب الساعة الآن إذا جمعنا العزمين مع بعضهم ستكون المحصلة صفر لأنه قطع النقود متماثلة القوة الوزن الجاذبية متماثلة المسافة عن المركز متماثلة وهكذا تحقق لنشر الاتزان في هذه التجربة ولذلك تلاحظ أنه عندما يتزن القلم ستكون العزوم المؤثرة من القطعة الأولى تساوي العزم الناتج عن القطعة الثانية ولكن باتجاه معاكس وحدة منهم كلوكوايس والثانية أنتي كلوكوايس ويحدث الاتزان هذا التدريب عزيزي الطالب لتوثيق فهمك لقانون العزم الدوراني سعاد وليلة وهذا المثال على فكرة السؤال هذا في كتابكم موجود في كتابكم اللي بين ديكم عن سعاد بنعطي لها رمز اس وليلة بنعطي لها رمز ال يجلسون على لعبة السيسو طول اللعبة كاملة من البداية للنهاية معطيكها 1.75 متر وتحافظان على وضع اتزان هم الآن في حالة اتزان كتلة سعاد 56 كيلو جرام كتلة ليلة 43 كيلو جرام ليلة أخف وزنها من سعاد مدام الكتلة المختلفة سيتحقق الاتزان من خلال تغيير البعد عن مركز الدوران ولذلك المسافة التي تبعدها سعاد عن المركز بنعطي لها رمز الار اس والمسافة التي تبعدها ليلة بنعطيها رمز الار ال ولذلك سيكون في اختلاف ما بين بعد سعاد وبعد ليلة طالب مني اوجد بعد نقطة الارتكاز عن كل واحدة منهم في هذه الحالة عزيز الطالب نجد أن الإجراء الأول هو أن تحسب القوتين المؤثرات في النظام الميكانيكي اللي معاك فأول شيء بنوجد وزن سعاد عطيناها رمز فج تساوي م في ج كتلة سعاد 56 تسارع الجاذبي نم بونت 8 إذن هذه قوة وزن سعاد ثم نحسب قوة وزن ليلة فل الاف ج تساوي الام في ج ونعوض هذه كتلة ليلة 43 تسارع الجاذبي نم بونت 8 طلعت لنا وزن ليلة بوحدة نيوتن بعد ما حسبنا القوة عزيز الطالب الآن نطبق لحساب البعد لكل منهم أن بعد سعاد فعليا عن مركز الدوران انتبه احنا ذكرنا طول السيسو اللعبة بالكامل 1 point 7 5 متر هذا الطول كامل من أول الذراع لنهايتم طيب بعد سعاد سيكون مساويا للطول كامل ناقصا هذه المسافة اللي سميناها RL بعد ليلة لذلك هذه الصيغة اللي أمامك توضح أن RS 1.75 ناقص RL ولما يكون صار اتزان وحدث اتزان إذن نفهم بأن العزم الأول يساوي العزم الثاني وبالتالي مجموعة العزوم المحصلة تساوي صفر ولهذا بنأخذ قرار بأن F S RS ناقص FL RL لماذا ناقص لأن هذه ليلة الدوران بيكون مع عقار بالساعة بينما سعاد الدوران بيكون عكس عقار بالساعة فهذا عزم موجب هذا عزم سالب مجموعة كل هذه العزوم يساوي صفر لماذا لأن النظام متزن نطبق الآن وزن سعاد وجدنا احنا هذه F وبعدها عوضنا من شوي 1.7 ناقص الر ناقص وزن ليلة 4.2 في 10 وست 2 في R ليلة المجهول إذن هنا لاحظ عزيزي طالب كرياضيات كان عندي مجهولين ر L و RS صار عندي الآن مجهول واحد فقط هو R ولذلك معادلة واحدة مجهول واحد كرياضيات يمكن حسابها ونوجد RL من حلال حول هذه السالبة للطرف الثاني تصبح إشارة موجبة وتكمل الكلكوليشنز وتطلع لنا RL 0.99 متر طيب إذا بعد ليلة 0.99 إذن بعد صعب يكون هو 1.75 ناقص هذا 0.99 9 وبالتالي نوجد R S مباشرة بالتعويض من الأسئلة عزيز الطالب على موضوع الديناميكا الدورانية أن عبد الرحمن يريد أن يدخل من باب قابل للدوران نفس اللي تشوفون في المجمعات أو بعض المولات الباب الدوار كيف سيدفع الباب لينتج عزما بأقل قوة ممكنة وأين يجب أن تكون نقطة تأثير هذه القوة سؤالنا الثاني حسابي عن نصف قطر إطار لدراجة هوائية يعني معطيك ال R 7.7 سنتيمتر الوحدة وسلسلة تؤثر بقوة عمودية مدام عمودية يعني ثيتا بتكون 90 درجة وسين 90 بواحد قيمة القوة 35 نيوتن وباتجاه عقارب الساعة إذن انتبه عزيز الطالب أن الاتجاه سيكون بإشارة سالبة كم العزم اللازم لمنع الدراجة من الدوران يعني بمعنى آخر تحقيق الاتزان سؤال الباب الدوار نفس ما أنت فكرت عزيز الطالب علشان ينتج أفضل عزم بأقل قوة يجب أن يكون نقطة التأثير بشكل عمودي بزاوية قائمة بالنسبة للباب يعني ما يدفع الباب بشكل مائل يدفع الباب بشكل عمودي وبنقطة تكون أبعد ما يمكن عن مركز الدوران لما تزيد ذراع القوة بزيد العزم الناتج في سؤالنا الحسابي الثاني عن الدراجة الهوائية قانون العزم التورك يساوي لنا الاف ار ليش ما حطنا صين ثيتا لأنه ثيتا تسعين درجة وصين التسعين بواحد فما بنكتبها والاتجاه ما عقارب الساعة يعني سالب إذن هذا التورك الناتج عزيز الطالب مينس 2.7 نيوتن متر هذا العزم اللازم لمنع الدراجة من الدوران وبالتالي يجب أن يكون هذا هو المقدار اللازم للاتزان إنه العزم المؤثر مينس 2.7 إذن العزم المعاكس 2.7 باتجاه معاكس وننتهينا من دراساتنا لديناميكا الحركة الدورانية نتمنى الفائدة للجميع وكل أمنيات التوفيق والتفوق لكم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة